اتفاق وقف الأعمال القتالية في البلاد من قبل التنظيمات الإرهابية إلى ازدياد حيث ارتفع إلى 799 خرقاً منذ بدء الاتفاق وبحسب مركز التنسيق الروسي في حميميم فأن إرهابيي ما يسمى جيش الإسلام خرقوا الاتفاق أربع مرات خلال يوم الخميس باستهدافهم بالقذائف الصاروخية والهاون عدة بلدات في ريف دمشق ما أدى لإصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة المركز الروسي أكد موصلة محاولة إرهابيي داعش وجبهة النصرة تقويد اتفاق وقف الأعمال القتالية بإطلاقهم قذائف عديدة على مطار النيرب وأحياء الشيخ مقصود والخالدية وصلاح الدين في حلب وريفها ما أسفر عن ارتقاء أربعة شهداء وإصابة 19 آخرين وأحداث أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة يذكر أن عدد البلدات التي انضمت إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية وبحسب ما ذكر المركز زاد على المائتين بست بلدات في ريف درعة